تعتبر فنادق هيلتون من أعرق وأشهر الفنادق العالمية وأكترهم من تشاراً في كل دول العالم والمقر الرئيسي لفنادق هيلتون موجود في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا واللي أسسه الأمريكي كونراد هيلتون سنة 1919 طيب عايزين نعرف مين هو كونراد هيلتون مؤسس سلسلة فنادق هيلتون العالمية إزاي بدأوا قصة نجاحه من الصفر إلى العالمية؟ يلا بينا اتولد هيلتون بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1878 وكان والده بيشتغل تاجر كبير ومعروف ووالده كان شخصية معروفة في ولاية نيو ميكسيكو الأمريكية وأنشأ فيها عدة مؤسسات منها التليجراف ومنها مكتب البريد اتعلم هيلتون في كذا مدرسة وكذا مؤسسة وقدر إنه يشرف على شركة والده وهو عنده 21 سنة بس وكانت علامات النبوغ ظهر عليه وهو في سن صغيرة وبعد ما نيو ميكسيكو بقت ولاية مستقلة حصل هيلتون على عمل بمجلس الولاية بس ساب المنصب ده بعد سنتين حصلت صدفة غريبة جدا هي اللي خلت كونراد هيلتون يدخل في مجال الفنادق رغم إن الموضوع ما كانش في دماغه خالص كان هيلتون بيحلم من يستثمر فلوسه في البنوك هو كان حاسس إنه من خلال الاستثمار في البنوك هيبقى غني جدا سافر هيلتون على تكساس علشان يحقق حلمه سنة 1919 ولما حاب ينزل في أحد الفنادق في الولاية ملقاش لنفسه مكان في الفندق ولقى المعاملة سيئة جدا ما كانش هيلتون عمره فكر إنه يدخل في مجال الفنادق لكن بعد الليلة اللي قضاها داخل فندق زحمة جدا بدأ يفكر إنه يخد التجربة فاقترض من البنك مبلغ وقدره 20 ألف دولار أمريكي وكان معاه 5000 دولار واستلف من واحد صحبه 15 ألف دولار وفي سنة 1924 اشترى أول فندق خاص به في سيسكو بولاية تكساس وسمى دالس هيلتون هيلتون أخد الخطوة على طول من غير ما يفكر والفندق الاشتراع ده كان فيه 40 غرفة وكان محتاج كمان يبني غرف تاني علشان يعرف يستوعب كمية النزلاء لو حصل عنده ضغط نزلاء ولا حاجة يعني من الآخر حاب يوسع كمان لاحظ هيلتون إن النزلاء بيفضلوا يأكلوا بره الفندق وإن المكسب من الأكل في الفندق ما كانش مجزي قوي فرح حول المطعم لغرف علشان يوسع ويستفاد منها أفضل من الأكل ويستوعب نزلاء أكتر وكان هيلتون له طريقة جميلة جدا في التعامل مع الموظفين اللي شغالين معاه كان ماشي معاهم بسياسة التحفيز ورغم إن هيلتون حول المطعم لغرف ولكنه برضو فتح محل صغير في الفندق لبيع الصحف والمجلات وفرش ومعجون الأسنان والمحل ده ما كانش بس بيكسب إيراد إضافي لكنه كان سبب في مزيد من الضيوف في الفندق بعد سنة بالزبط من شراء هيلتون للفندق رجعت له فلوسه تاني اللي استثمرها في الفندق واشترى فندق ملبا في فورت وورتس والدورف في دالس والفندقين دول كانت حالتهم سيئة جدا بس بعد ما هيلتون جددهم بقوا في منتهى الجمال وكمان بنا هيلتون فندقين كمان واحد سماية إبلين هيلتون سنة 1927 والتاني سماية الباسو هيلتون سنة 1930 ولسوق الحظ الفترة اللي بعد كده حصل فيها كساد كبير جدا وكان له أثر سيئ جدا على صناعة الفنادق في الولايات المتحدة الأمريكية ده اللي خلى هيلتون يشهر إفلاسه تقريبا وكان مديون بـ 500 ألف دولار وده اللي اضطروا إنه يبيع كتير من ممتلكاته ودخل فيه دور اكتئاب شديد وفي الفترة الصعبة دي افتكر كلام والدته كانت بتقوله إن الصلاة هي أفضل استثماري يمكن يقوم به بعد انتهاء فترة الكساد وخروج هيلتون من فترة الاكتئاب هو مش بس رجع اشترى ممتلكاته القديمة تاني لا سنة 1939 بنى فندق أندالوز في منطقة البوكيركي في نيو ميكسيكو وده كان أول فندق له خارج ولاية تيكساس بعد كده اشترى هيلتون فندق بريكرز في لوس أنجلوس وفندق السير فرانسيس ديرك في ساند فرانسيسكو وفي سنة 1942 حاول كونراد هيلتون مقره إلى لوس أنجلوس وبدأ يتوسع شارقا في عام 1943 اشترى فندق روزفيلت في مدينة نيويورك وسنة 1943 اشترى فندق بالمر هاوس وفندق ستيفنز في شيكاغو رغم النجاح الكبير اللي حققه هيلتون في عالم صناعة الفنادق إلا أن كان منافسه الوحيد كانت فنادق ستيتلر وفي عام 1954 اشترى هيلتون فنادق ستيتلر المنافسة بسعر كبير جدا وكان 111 مليون دولار واللي خلى هيلتون يعرف يدفع مبلغ كبير زي ده هو أنه طرح أسهم شركة هيلتون في البورصة وده اللي خلى رأس مال الشركة يكبر جدا ويقدر نيويورك يقدم على خطوة زي ده طيب عاوزين نتكلم عن كتاب هيلتون الشهير بي ماي جست سنة 1957 والكتاب ده يعتبر من أهم الكتب اللي لازم يدرسها أي حد بيشتغل في مجال الفنادق ويتعلم منها وكان هيلتون معروف بحبه للخير ومساعدة الفقراء ومحرومين وقبل وفاته اتبرع بجزء جديد من ممتلكاته للفقراء وكانت فترة الخمسينات والستينات هي فترة انتشار وتوسع لسلسلة فنادق هيلتون وتحولت الفنادق لشبكة أكثر تكنولوجية على كوكب الأرض وانتشرت فروع فنادق هيلتون في جميع سواحل أمريكا وبدأ هيلتون في الوصول إلى العالمية وافتتح أول فندق له خارج الولايات المتحدة الأمريكية في بورتوريكو سنة 1949 وبعدها بدأ هيلتون في الدخول إلى السوق الأوروبية وفتح فندق كاستيلينا هيلتون في مدريد في أسبانيا سنة 1953 وكان هيلتون أول حد يفكر أن المطارات لازم يبقى فيها فنادق وسنة 1959 قدر أنه يفتتح 37 فندق داخل المطارات وفي مواقع متميزة واستراتيجية طيب عاوزين نتكلم شوية عن الحياة الشخصية لكونراد هيلتون في سنة 1942 اتجوز كونراد هيلتون من الممثلة المجرية زازا جابور وللأسف الزواج ما كانش موفق وأنجبه بنت سمها كونستانس فرانشيسكا هيلتون وفي عام 1976 تزوج هيلتون من ماري فرانسيس كيلي وفضل معها لحد ما توفى سنة 1979 عن عمر 91 سنة توفى كونراد هيلتون والحد دلوقتي سلسلة فنادق هيلتون بتتوسع وبتزيد تحت إدارة ابنه بارون هيلتون وتعلم بارون من والده قواعد وسر النجاح لحد هنا والقصة بتاعتنا خلصت فعلا قصة نجاح كونراد هيلتون قصة جميلة ومشوقة وكلها تحديات وإزاي بعد ما وقع وباع كل صروته إزاي ما يقسش ورجع تاني واشترى كل ممتلكاته اللي باعها قبل كده تاني ورجع ووصل للعالمية عشان تبقى سلسلة فنادق هيلتون هي أكبر وأقدم سلسلة فنادق في العالم يارب الحلقة تكون عجبتكم كان معكم مصطفى الباجوري من قناة سالأولى بيزنس ما تنسوش تفعيل زر الجرس واللايك والسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته